مساء الخير مشاهدين الكرام حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بالمختزل في رمضان وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عدنان الزرفي الأمين العام لحركة الوفا حياك الله دكتور الله حياك وأهلا وسهلا بجنابك الكريم في برنامج بالمختزل قبل الإعداد بكل تأكيد إحنا نحضر أسئلة بها ماضي بها حاضر بها مستقبل بس تصريحك البارحة يعني مولفت أنظارنا بس لفت أنظار طبقة سياسية بشكل عام انتخابات مبكرة لو نهاية السنة لو بداية السنة الجاية عبي هواي أسئلة شلون استشف الدكتور عزور فيه أكو قرار سياسي بالفعل جد متأكد من حصول الانتخابات المبكرة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولمشاهديك العزاء حياك الله ورمضان مبارك إن شاء الله علينا جميعا حقيقة الانتخابات المبكرة هي حتمية باعتبار أنه النظام السياسي بحاجة للخروج بين الممحكات السياسية والمشاكل الداخلية فلابد أن نذهب إلى الانتخابات لحل جزء من هذه المشاكل أو معظم هذه المشاكل ستحل باتفاقات سياسية جديدة سواء بين أطراف النظام السياسي الداخل بغداد أو بين بغداد وإقليم كردستان فيما إذا بقت بدون هذه الانتخابات أعتقد ستتفاقم هذه المشاكل وربما تخلق أزامات داخلية معقدة يصعب حلها أنا متأكد 100% أن هناك انتخابات مبكرة ستكون أما في نهاية هذا العام أو في مطلع العام القادم 25 وهذه الانتخابات ستغير من شكل الواقع السياسي بالعراق وسيتحرك العراق باتجاه أفضل بتوافق سياسي أفضل من هذا التوافق الحالي كيف ستغير شكل التواجد السياسي بالعراق أو الخارطة السياسية بالعراق التعقيدات السياسية الداخلية بين أطراف الإطار ذاته لشكل الحكومة وبين ابتعاد السيد الصدر عن المشهد السياسي وانعزال الأخوة الكرد في أربيل والصراع القائم بين أطراف التحالف الكردستاني وأيضا المشاكل العميقة بين الأخوة السنة سواء على منصب رئيس مجلس النواب أو على زعامة هذا المكون هذه الصراعات إذا لم تتحرك باتجاه انتخابات مبكرة ستنفجر داخليا داخل المحافظات أو داخل بغداد أو داخل العلاقة بين أقليم كردستان وبين بغداد هذه التحديات التي تواجه النظام السياسي تضطر النظام السياسي للذهاب إلى انتخابات مبكرة يعني أرضا طلعب ما نشيت هسا بالبرنامج دكتور سيد عدنان الزرفي الانتخابات المبكرة ستجرى في نهاية هذا العام أو كحد أقصى بداية العام القادم نعم بشكل حتمي وغير قابل للنقاش بشكل حتمي وغير قابل للنقاش زي هذا الأمر يحتاج لقبل حل برلمان نعم شلو رح يحل برلمان كيد البرنامج الحكومي اللي قدمه السيد رئيس الوزراء يتضمن انتخابات مبكرة وهذا ملزم للحكومة أن تجري انتخابات نيابية مبكرة لاستيعاب انسحاب الأخوة الصدرين من المجلس النواب ومن تشكيل الحكومة فالانتخابات المبكرة حل سياسي لأزمات قد تتفاقم وقد تفاقم هذه الأزمات ربما يدخل العراق في معترك صعب جدا وصعب الخروج من عندها المادة 76 من الدستور حسب ذكرتي تقول يصوت على أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء المكلف في البرلمان يصوت على الوزراء منفردين ويصوت على المنهاج الحكومي بهذا يصبح المنهاج الحكومي شيء ملزم طبعا ملزم أكيد ملزم وأن الحكومة وأن الحكومة لا ترسل برنامج تلزم نفسها بانتخابات إذا لم يلزم قانونا ودستوريا هذا يدخلنا بشكال وأنه ورسنا والحكومة ما تعتبرها؟ هذا مو عيب لا على الحكومة ولا على الأخريس الوزراء ولا على النظام السياسي في كل العالم هناك اتفاقات على إجراء انتخابات مبكرة عندما تكون هناك اختناقات سياسية داخلية الاختناقات السياسية الداخلية تفرض وتوجب إجراء انتخابات مبكرة أفضل من اللجوء إلى العنف أو التظاهرات أو الاحتجاجات لغرض تغيير الحكومة أو تغيير شكل الحكومة الحلول الأكثر سلمية والأكثر ديمقراطية هي الانتخابات وبالتالي الحكومة هي تدرك جيداً أنها أمام انتخابات مبكرة وهي ملتزمة أنا حسب ما أعرف هي ملتزمة أيضاً بإجراء هذه الانتخابات فيما إذا تم حل أو حل مجلس النواب إذا ما تم الاتفاق السياسي على المضي بهذه الانتخابات ومثل تأكيدات جنابك بس إذا واحد من النواب رفع دعوة على المحكمة الاتحادية بالقضاء العراقي على مرور سنة وما صارت انتخابات وهي راح يتورون الحكومة تصريف أعمال بالتأكيد يعني هو المحكمة الاتحادية ستفصل في هذا الموضوع بشكل واضح وصريح لذلك أنا أقول لك الانتخابات هي ليست عيب على الحكومة وليست عيب على النظام السياسي اللجوء إلى انتخابات مبكرة لحل مشاكل سياسية تتفاقم وتتعاظم داخل الجسد العراقي هو حل سليم وحل صحي لحالة السياسية الراكدة الآن داخل العراق المجلس النواب الآن مجلس بدون رئيس يعني ولا مجلس بالعالم برئيس بالنيابة ما يكون رئيس بالنيابة هو يكون رئيس مجلس النواب فهذه حالة تردي داخل إطار تحالف إدارة الدولة الذي اختزل لمجلس النواب واختزل للحكومة في هذا التحالف وشل جزء من الحكومة وشل عمل مجلس النواب بالتالي هذا التحالف لا يمكن له الاستمرار في إدارة الدولة بهذه الطريقة التوافقية المقيتة زين خلينا أكون مدافع عن الطرف الحكومي من خالف وأقول لك أكو استقرار ليش ماكو استقرار دكتور أكو استقرار وهي مشاريعنا جاي تمشي وهذا الملف المعقد والشائك اللي هو ملف تواجد الأمريكي جاي أرتب عندي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية بس طولت الزيارة ما طولت أدي لقاء مهم مع رئيس ولاية المتحدة وراح أحل كثير من الإشكالات الموجودة على البلد بسبب التناقضات السياسية اللي تعيشها المنطقة بشكل ليش ماكو استقرار الموضوع ما متعلق بالحكومة الحكومة هي مطرف بالموضوع نظام السياسي عده مشاكل تمام ومشاكل النظام السياسي الداخلية والخارجية حتمت علي إجراء انتخابات مبكرة الانتخابات السابقة أولا انتخابات كانت تشبه عمليات تلاعب بالنتائج لكن أجبرنا على السكوت والرضوخ لنتائج الانتخابات ومشت الحكومة وفشلت أيضا القوة السياسية في تشكيل حكومة أغلبية نتيجة أيضا ضغوطات إقليمية وضغوطات إقليمية قاسية جدا يعني كانت بالتالي هذه الاختناقات السياسية تراكمت تتراكم يوم بعد يوم يوم بعد يوم وصلنا راح نوصل إلى مرحلة قد نتصادم داخليين إذا لم نلجأ إلى الانتخابات المبكرة فالموضوع ما لا علاقة بالحكومة الحكومة الآن مثلا أجبرت على إيقاف رواتب إقليم الموظفي إقليم كردستان أجبرت يعني ومو بكيفة رئيس وزارات كان ينطي قروض للإقليم الآن بعد ما يقدر ينطي قروض للإقليم يعني خلق فد وهذا كلام مواضح كان سيد مسعود برزان إذا تذكر نعم فصار عدة فجوة الآن بينه وبين الإقليم أوك اتفاق سياسي بين الحكومة وبين الإقليم انضرب بقرار المحكمة الاتحادية فهذه الأزمة حتى تنحل حتى تتعالج يريد النظام السياسي لازم يعالجه ويعالجه رئيس الحكومة رئيس الحكومة الآن عجز عن معالجة هذا الملف رح يلجأ بالتأكيد إلى احترام قرار المحكمة الاتحادية ويمضي بتنفيذ بنود قرارات المحكمة لكن حتى تحل هذه الأزمة تحلها بالتوافق السياسي توافق السياسي الآن ما موجود لا بين الأخوة الكرد ولا بين الأخوة في المركز أنا أحكي كقوة سياسية واضح أسست لهذا النظام السياسي فأطراف النظام السياسي لا تستطيع إيجاد حلول في هذه المرحلة لمشاكل البلد يعني الأخوة الديمقراطي الآن يفكرون جديا بانسحاب ممثليهم بالحكومة فإذا انسحبهم ممثلي الحزب الديمقراطي من الحكومة معناته الطرف السياسي الكردي المهم اللي هم الحزب الديمقراطي راح يرفعون تمثيلهم الوطني من الحكومة وهي الدخل للحكومة أيضا في مأزق يعني كبير الأخ الحلبوسي يشعر أيضا بالظلم بالاضطهاد نتيجة خروجه مثلا من رئاسة بجلس النواب أيضا هو الآن في موقف سلبي اتجاه الوضع السياسي وهكذا هاي المشاكل الداخلية ما إلها علاقة بالحكومة ولا برئيس الحكومية مشاكل أطراف النظام السياسي المتصارع نتيجة تدخلات إقليمية ورغبات إقليمية ساعدت وساهمت على أن زياح المواقف السياسية للأطراف السياسية في اتجاهات مختلفة سببت تقاطع منافع في العلاقات الخارجية للعراق زين خلينا أروح إلى واحدة من الجمهور اللي قلت دكتور عدم وجود انتخابات مبكرة راح يؤدي إلى مثلا حرب أهلية صدام داخلي إذا ما تجرب هذا الموعد اللي حددته نعم كل شيء متوقع الأزمات من تدفاقهم وما ألهم خارج حقيقية فعلية يعني اليوم أنت من تشعر مثل عشر قوى سياسية من تشعر بالاضطهاد يعني شو تقوم تسوي مثلا تقوم تحرض تقوم تشتغل معارضة يعني معارضة سلبية وبالنتيجة العراق الواقع العراقي أزمات الداخلية كثيرة يعني أنت اليوم مثلا بالكوت يعني احنا نلاحظ مثلا بالكوت في بغداد يعني الشرطة تتعامل بشكل قاسي جدا مع المتظاهرين مثلا مع الخريجين الإداريين أو الطلاب أو خريجي الجامعات تتعامل بقسوة فهذه أزمة يمكن أنا كحزب معارض ما ممثل بالسلطة ممكن أستغلها وأظل مثلا يومية بالإعلام أتحدث بشكل سلبي وأحرض المتظاهرين وغيرها فالمشاكل الداخلية التي تواجه الحكومة العراقية وتواجه النظام السياسي كثيرة يمكن لأحزاب المعارضة استغلال هذه المشاكل بطريقة ما لإثارتها ضد السلطة وضد النظام السياسي فالطريق الأمثل للنظام السياسي حتى يخرج من هذه الأزمة وما يفاقم مشاكله أن يذهب إلى الانتخابات المبكرة حتى أولا يشعر الجمهور بالإطمئنان وأيضا يوعد الجمهور بحلول يعني اليوم احنا مثلا من تجي الانتخابات نطرح مشاريع نطمئن به الشارع لدينا حلول 1-2-3 لهذه المشاكل كل حزب سياسي وبالتالي على الأقل يخلق نوع من الاستقرار لدى الشارع العراقي نتيجة البرامج التي ستطرحها القوى السياسية القادمة زين تعرف في جنابك الحكومة هذه تحديدا اجت بعد مخاب عسير بعد اشتباكات على بوابة المنطقة الخضراء بعد صراع دولي كبير بالمنطقة وداخل العراق فولدت هذا بتوافق اقدر اسميه توافق داخلي وتوافق دولي زين هذا التوافق الدولي راح يسمح بالذهاب بالاتجاه خربطت الوضع عندك غزة منها وضعها مو مستقر عندك اوكرانيا وحروبها مو مستقر البحر الاحمر مو مستقر اجي اخلق ازمة بالعراق جديدة وسووا انتخابات مبكرة والذهاب هالطريق نعم تشكلت الحكومة بتوافق اقليمي ودولي مؤقت 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 يعني من البداية كانت مؤقت من البداية كان مؤقت وسنة لذلك انعكست فيه برنامج الحكومة الذي قدمه سيد رئيس الوزناء كانت احد الشروط ان تنكتب هاي الفقرة في البرنامج الحكومة وهس العلاقات الخارجية شو نتقيمها مثلا للحكومة بالعكس هذا مشاط واجب على الحكومة هو مو امتياز الحكومة هو شغل هذا شغلها انه تمارس دورها الرسمي حتى لمدة عشر ايام لانه ليس الوزراء الان هو مكلف بادارة البلد وعليه انه يكون عنده نشاطات داخلية ونشاطات خارجية متميزة تخدم العراق لانه هي موهبة ولا منحة ولا امتياز ولا اشي اخر واجب الحكومة ان تؤدي دورها لمدة سنة لمدة سنتين لمدة ارباح سنوات لمدة خمس سنوات هذا بعد شأن النظام السياسي لكن هذا ما لا علاقة بمشاكل النظام السياسي يعني الان الحكومة غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي هي قادرة ربما على حل مشاكل الحكومة نفسها او مؤسساتها الرسمية بس غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي اللي يبتكرها النظام السياسي بشكل مستمر النظام السياسي ويبتكر هاي المشاكل طبعا خصومات بعد ومشاكل بياناتهم زين السيد عدنان الزرفي شون يوصف نفسه الآن بالموالاة وبالمعارضة دكتور ولحقيقة احنا ما عندي تمثيل بالحكومة ولا منتمي للحكومة تربطنا علاقة بالأخ رئيسي الوزراء يعني علاقة أخوة وصداقة وزميننا في من كنا محافظين وزميننا ايضا في مجلس النواب ونرى فيه انه شخص كفء لهذا المنصب ودعمنا على هذا الاساس الى شخصيا يعني بحكم علاقتنا معه ونتمنى للنجاح ايضا نماته ونتمنى للتوفيق في عمله بس انت لا معارض ولا موالي لا خوة بالنتيجة لا احنا عدنا وشاد نظر اتجاه اداء الوزارات وده نشتغل من خلال اللجنة المالية بس احنا معارضتنا تختلف عن معارضة الاخرين انا اعارض من خلال النظام يعني من خلال القوانين من خلال التشريعات من خلال المواقف من خلال الاستفسارات من الساد الوزراء من خلال دعم الوزارات او سد الثغرات في الوزارات يعني اليوم احنا نشوف يعني خلل في هذه الوزارة مروا مثلا نقعد فقط انشهر بالوزارة وانما نطرح افكارنا ونطرح اذا ما الوزارة استجابت نلجأ للمعارضة العلنية وهذا ما احنا نحصل فيه كل اجتماعاتنا نطرح وشات نظرنا بشكل صريح داخل الاجتماعات وبالنديجة الحكومة اصرت على عدم السماع لوشات نظرنا اللي هي وشات نظر من صالح الحكومة من صالح الدولة نلجأ للمعارضة العلنية اذا مردت منك بهذا النفس اللي هو المعارضة البناء خليني اسمي الاعتراض الجزئي على بعض الاعمال اذا ردنا تذكر بعض الايجابيات حتى نروح للسلبيات اللي مسجلها الدكتور عدنان زورفي شنو ايجابيات اللي قدر يحققها السيد السوداني خلال هاي الفترة التولين للمنصب طبعا الفترة قصيرة ومشاكل النظام السياسي كثيرة يعني تشوف النظام السياسي يدخل بكل مفاصل الحكومة يعني ما يطلق يد رئيس الوزراء حتى يقدر يمارس شؤونه واعماله بطريقة مناسبة يعني سياسة الدولة حتى تنبني بشكل سليم وبشكل صحيح لازم رئيس الوزراء يكون عنده حرية كاملة لأداء نشاطه اما هو مكبل بالفصائل المسلحة مننا ومكبل بالاطار مننا ومكبل بقوة معارضة خفية هذه المعادلة تصعب ان يحقق نجاحات كبيرة على المستوى الوطني سواء في سياسة الخارجية او في سياسة الداخلية يعني صح سيد رئيس الوزراء يروح الولايات المتحدة الامريكية بس الفصائل هجمت على السفارة هجمت على القواعد الامريكية هجمت حتى في الاردن قتلوا ثلاثة جنود اصابوا سبعة ستين هذا يخلي مزيد من العقبات والتحديات امام نشاط رئيس الوزراء وبالتالي ينفرض على العراق وعلى رئيس الوزراء شروط ومعوقات كثيرة حتى يحد من نشاطه فلذلك ما عنده حرية كاملة لأداء دوره بس قدر يوصل الاتفاق وشكل لجنة مع الولايات المتحدة بخصوص التحالف الدولي وخصوص بقاء القوات الامريكية هذا التحرك نال هاي اللجنة هاي اللجنة اشكلت من راح وفد وزارة الدفاع زار الولايات المتحدة زار وزارة الدفاع الامريكية كمان وهاي اللجنة بالذات هي ليست لمغادرة القوات الاجنبية للعراق او انسحاب القوات الامريكية من العراق هاي اللجنة تقيم جاهزية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقدرتهم على ادارة الملف الامني وحماية العراق من التهديدات الخارجية ومتى ما اقرت هذه اللجنة وبدون توقيتات زمنية اقرت انه كل الوزارتين وجهاز المخابرات قادرون على ادارة الملف الامني وحماية العراق يفكر تفكر هاي اللجنة بسحب جزئي لقواتها الى خارج العراق هي مو لجنة راح تقعد وبعد سنة تنسحب القوات الامريكية من العراق ما اكتشي يعني ما اكون سقف زمني ابدا اي سقف زمني توقعاتك راح تنسح ينسحبون وفقار لا ابدا هم هم يقولون احنا ما عدنا يقول لا الحكومة طلبت من عدنا ننسحب ولا احنا عدنا نية ننسحب واحنا جينا بطلبنا الحكومة نطلع بطلبنا الحكومة فهذا طلب ما متحقق ومن الخطأ ان تطلب الحكومة خروج قوات التحالف من العراق لان في ذلك سيجلب ذلك مشاكل كثيرة على العراق ايه بس بالتالي يعني السلقريبين من الحكومة دائما يروجون لهذه الفكرة اللي ذكرتها جنابك بانه يا جماعة ترى القضية مع الولايات المتحدة ما تروح بهذا الاتجاه السلاح والضغط على الانسحاب الانسحاب لازم يكون بالضغط طرفين ولازم يكون بجو اكثر حرية بجو اكثر وئام بين الطرفين فبالتالي هذا اللي تقصد به هو الفصائل كبلت يد رئيس الوزراء بهذا المحور بس طبعا هذا موضوع مهم ستراتيجي مو موضوع تكتيكي يعني احنا تغيير تغيير النظام السياسي بالعراق ما اجه نتيجة الثورة داخلية وانما اجه نتيجة حرب كاملة وسيطرة الولايات المتحدة الامريكية على العراق وطردت النظام السابق وشكلت نظام جديد ما نتعامل وياها بهذه الطريقة لازم اكو تعامل اكثر متانة واكثر رصانة واكثر بعدا العراق لازم يستفاد من وجود الولايات المتحدة الامريكية في العراق لخلق توازن بالمنطقة ولحماية المنطقة مو خلق فتن في المنطقة خلق فتن في المنطقة نتيجة النشاط السياسي العراقي يؤدي في العراق الى منزلقات كثيرة غير محسوبة وغير مدروسة لذلك الذين اكبلوا السيد رئيس الوزراء عرضوا نفسهم وعرضوا الاخرين والدول المجاورة الى مشاكل كبيرة جدا كان النظام السياسي والنظام الاقليمي في غناءنا كانوا يقدرون يتفادوها طبعا بالتأكيد بالتأكيد يقدرون يتفادوها زين هوي شفت لرؤساء وزراء سابقين في فترة من فتراتهم مو على طول الخط انه يحاولون مسك العصى من المنتصف بين اهم ذراعين في المنطقة اللي هم الجمهورية الاسلامية الايرانية وولئات المتحدة الامريكية جقد يقدر يقيم الدكتور الزر في حركة الحكومة سيد رئيس الوزراء بإيجاد مسارات للتوازن مساحات مشتركة للتوازن حتى الأمور البلد تمشي بشكل صحيح هو الفهم للتوازن غلط يعني احنا اليوم من نباوع مثلا ثقل الولايات المتحدة الامريكية بالمنطقة نباوع على ثقل ايران بالمنطقة باوع على ثقل تركيا بالمنطقة باوع على ثقل السعودية في المنطقة ثقل الكويت ثقل الامارات دول عربية مجتمعتين عملية التوازن مو تنطلق من مبدأ ارضاء هذه الدول وانما من اين تقع مصالح العراق ضمن هذا المحور دورات مصلحة العراق تكون مع تركيا بشكل كلي لانه مصادر المياه تجينها من تركيا وعليه العراق لازم يخلق نوع من السياسة ونوع من الانتفاع بينه وبين تركيا تعزز من دوره في المنطقة اذا تركيا غلقت او قننت تصدير المياه للعراق يخلق مشكلة داخلية كبيرة وخاصة في فصل الصيف احنا بلد يعتمد بنسبة كبيرة على الزراعة وبالتالي راح يضرر الاف المزارعين في العراق نتيجة عدم فهم طبيعة العلاقة بيننا وبين تركيا هذا ينعكس على كل الملفات في العلاقات الخارجية للدول الاقليمية والدول الاخرى اذا العراق ما فهم مصلحته مع هذه الدول سيفقد قدرته على التوازن وهذا اللي دي يصير انه احنا يعني مثلا منوقفنا تصدير النفط من اقليم كردستان التركية صح كسبنا دعوة على تركيا ووقفنا تصدير النفط وقل تصديرنا للنفط من اقليم كردستان بس احنا ما عالجنا مشكلة خلقنا ازمة مع تركيا الان حتى انحل هذه الازمة ما اعرف شنو الكل فمالتها حتى تنحل هذه الازمة حتى العراق يرجع علاقة طبيعية ويا الاتراك الان احنا على مستوى الفيزا عندنا مشاكل احنا والاتراك هاي هذا فهم التوازن هو فهم مصلحة العراق وهذا ينعكس على كل الدول المجاورة للعراق ينعكس على ايران ينعكس على المملكة العربية السعودية ينعكس على سوريا ينعكس على دول الخليج بشكل عام فالعراق اذا فكر في منطق التوازن الذي يؤدي الى مصلحة العراق هذا راح يسهل علينا التعامل مع اي دولة نقدر نقول الامريكان لا هاي ما تصرف انها شغلة عفوها احنا نعوذكم بغير موضوع نقدر نقول الى ايرانيين يا باي شغلة ترابية حساسية تركوها احنا نعوذكم مثلا بغير بغير موضوع لكن احنا نصر مثلا امريكا طلبت معد هذا الطلب وروحنا قبل سوينا لهم اياه والايرانيين قالوا لا احنا نريد هذا الطلب وروحنا سوينا لهم اياه وتركيا قال هذا ما يعتبر توازن هذا هذا يعتبر ضعف في ادارة العلاقات الخارجية على التعاطي مع محيط الاقليمي اذا رغبات العراق السياسية ورغبات الاقتصادية ورغبات الاجتماعية اللي تتقدم وتتقدم بدراسة يعني مو تتقدم بشكل شخصي يعني انا اليوم اصير رئيس وزراء وكيفي مثلا اقول والله خلنسوي علاقتنا بتركيا احسن علاقتنا وعيران مو هل شكل هذا لازم اكو مراكز دراسات اكو وزارة بها دوائر متخصصة تقدم لرئيس الوزراء تقارير تفصيلية عن حجم العلاقات مع هذه البلدان وتأثيراتها المستقبلية وتأثيراتها على العراق بعد خمسين سنة هذا ما يقودني بانه تلبية الرغبات لبعض الدول سواء كانت ايران او امريكا يعني هذا ما يخليها اكو مكسب رضا من هذه الدول على اداء هذه الحكومة لو اكو رسال اخرى توصل لا يعني هي مو من باب انه اردار ارضيهم اثنيناتهم مو هالشكل يعني انت دورات تقولهم لا هذا ما ما مسبوح هذا وضحت بس قصدي الان الحكومة متحضاء بقبول دولي همين هو شوف هو الاخرين شون ينظروننا اي شون ينظروننا يعني ينظرون يقول لك هذول بس اذا نكتب عليهم اذا سامر جوادي اليوم يحجي على الوزير الفلاني لازم الوزير فلاني يخاف ويجي يركض مو هالشكل يعني يعني اذا دولة مثلا وجهت اعلام على العراق او على الحكومة مو معناة الحكومة تروح تستجيب لهذه الدولة او اذا الدولة زعلت مثلا على رئيس الوزراء باشر رئيس الوزراء مثلا يحاول يرضى هذه الدولة او ديش الدولة مو هالشكل اكو منطق سياسي المنطق السياسي هو تفعيل الدوائر السياسية المختصة والتحرك على هذه الدول بدبلوماسية عالية لذلك العراق فترة الثمانينات انجر لحروب اقليمية غير مبررة ما كان لها فترة مبررة سبب هذه السياسة سبب هذه السياسة انه هو ما قدر ينشط يعرف دوره الاقليم وزنه الحقيقي مو وزنك الحقيقي تروح تدخل حروب وزنك الحقيقي تكون فاعل اقتصادي تكون فاعل سياسي بالمنطقة تنطي من نفسك انا ما اقول واحد لازم يكون صليب وشنه وكذا لا اكون لذلك هذا اقول النشاط السياسي الخارجي لازم يكون متخصصين مستشارين ذوي خبر عالية مكاتب خاصة منظمات خاصة استشارين خاصين بالاضافة لعلاقات العراق الخارجية اللي يقدر يستفاد منها ايضا بمعلومات استخبارية وغيرها لتحديد مسارات الصحيحة يعني تقييمك الحكومة بال بالعلاقات الخارجية انا اطرح رؤية هاي الرؤية ايه نقول رؤية العراق هالشكل حتى العراق يصير قوي هالشكل لازم يسوي واذا يسوي راح يبقى العراق مثل ها ما هو سلام اما يدخل مشاكل حروب مستمرة ويفلش قدرتها الاقتصادية ويضع وضع وضع الاقليمي او يبقى هزيل لدرجة قبوله لكل الافكار والابتزازات تركوا ابتزازات اقليمية ودولية خلي بقى لك للحكومة الحالية كل الحكومات يعني هكو دول هكو دول تبتزل العراق يعني مو تصور انه يعني هم معدهم مصالح مثلا في موضوع ما يروحون يشتغلون مثلا دولة ثانية دولة ثالثة يعني طرقه هاي المخابرات تراقبها وتتابحها وتقدم بها تقليل رئيس الوزراء حتى الرئيس الوزراء يعرف انه كيف يعالج هذه من خلال علاقات العراق الخارجية في جهاز المخابرات هذا تقييم مجردة الحساب اللي قدمها الدكتور عدنان الزروفي رح اروح لطرف آخر وبعض الاشياء اللي تنقل من الاطراف الاخرى وارد اسمع بها رأي جنابك الكريم يقولون بانه بعض اطراف الاطار تسعى لاسقاط حكومة السوداني خوفا من تمدد السيد السوداني بعد هذا النوع من الرضا الشعبي عن بعض المشاريع عن بعض الخدمات المقدمة هنا وهناك بهاي الاشياء اللي نشوفها ونسمحها بالفعل الاطار هل يفكر بهاي الطريقة دكتور انا ما اتوقع انه السياسي الاطار هم اكبر من هذا المستوى من التفكير قناعتي وحتى قناعة الاخريس في الزراء انه العراق ربما يتعرض نتيجة هذه التحديات الداخلية الى ازمات كبيرة تؤدي الانهيار امني هو مدرك تماما هذا الموضوع وقيادة الاطار ايضا مدركة لهذا الموضوع لابد من الذهاب الى انتخابات مبكرة هاي اللي دتتت عليها هي نشاطات حكومية سيد رئيس وزراء بالنديجة ورئيس وزراء لازم يسوي نشاطات يقعد مثلا يصفط ويقعد والله انا مثلا الاطار يدي يؤخروني مثلا من السلطة اخو ماكي منطق ورئيس وزراء ونشط وحيوي وبعد يعني في مختبل عمره وعنده حيوية اخو امور يقعد بالبيت لازم يمارس دوره بشكل واضح يقنع الجمهور انه هذه الحكومة قادرة على تلبية هذا هذا واجب علي لازم يطلع وهذا مو مجال انه الاخرين انغاضون من عنده بالعكس المفروض يشجعوه يعني انا كيف ان اشوف رئيس وزراء طالع واريح وديمارس نشاطه لا بسهي مفردة الهنيار الامني الاطار التنسيقي مدرك بانه على اذا لم يحل بعض المشاكل ربما ذاهبين الى انهيار امن اين بياه مناطق يعني اكو سيناريو داعش حسب في بالي رأسا حضرني حضرني ربما سيناريو اخر في بعض المناطق من بعض الاشتباكات من بعض الاطراف انت انت اخذ مؤشرات اقول احنا اليوم قاعدين نباوع اكو مؤشرات احنا احنا مو قاعدين مثلا صامن نداناتنا ومجانس ما لنشوف الواقع دائر ما دائر الكل مدرك تماما استمرار النظام السياسي بهذا الاداء لمدة اطول سيدخل العراق في ازمة امنية كبيرة وهذا سجلها سجلتني ملامحها في ملامح من هذه الازمة الامنية هي تبين ملامحها تبين جزء مع الكمال عشائر تبين باختيال تبين بأي نشاط غير طبيعي قول شئ سوئل الحكومة هاي مو مشكلة الحكومة يعني الحكومة اضر شئ سوئة مثلا تروح تكتب بالوادي يعني انا اليوم ان اشوف وزارة ضباط وزارة الداخلية يعتدون على مثلا المتظاهرين يعني شئ سوئل الحكومة الا ما تظل مثلا تقمع بالمتظاهرين بشوكت مثلا سنة اثنية اثنى اربعة فالعملية لازم تكون يعني تكون الحلول لا تكلف اجهزة الدولة ما لا تطيقه يعني ومشاكل النظام السياسي لازم تتحملها وزارة الداخلية او يتحملها جهاز الامن الوطني او تحملها المخابرات هاي اجهزة اساسا اسست لمعالجة مشاكل محددة وليس لمعالجة ازمات يخلقها النظام السياسي يعني ممكن انعاد سيناريو اذا ما اقول تشرين بس الاطلابات الامنية اللي رافقت تشرين وقناص تشرين والقمع اللي صار يعني ممكن نشاهد هايش كل شي محتمل كل شي محتمل ما اكو شي غير محتمل لانه المشاكل العميقة يعني الارض مهيئة اي ارض مهيئة لمشاكل اعمى يعني انا اقول لك شون بدت تشرين بدت وزارة التعليم العالي اعتدى بالضرب على اعتدى بالضرب على الخريجين واجرت يعني مثل ما الان الان الاحداث في بغداد وفي الكوت وفي البصرة والناصرية وقوات الامن شي تسو يعني يجوا هجموا على مثل مبنى المحافظة بالناصر شي سوى لهم مثلا يخلهم يحرقون مبنى المحافظة اكيد راح يصدون من يصدون راح يصدون راح يصدون راح يصدون راح يصدون راح يصدون راح يصدون فالمتظاهر يقول له كان هذا حقي بالدستور الشرطي يقول له كان واجبي الوطني ادافع عن عن نظام الدولة وبالتالي انت خليت انت النظام السياسي خليت المواطن ومؤسسة الدولة مؤسسات الحكومة تصارع هسا بعد انت متأكد حتميا ومية بالمية انتخابات خلينا اسئلك انت وين رايح بهاي الانتخابات ويا مر راح تشترك شنو شكل التكتلات اللي راح تصير توقعاتك للخارطة السياسية اللي راح تذهب تدخل للانتخابات اكو حديث اليوم في احد مجاميع الواتساب من احد النواب يقول باتشور عقبه خلال ايام القادمة راح تنعلن كتلة قوامها 35 نائب تقف تحت اي مسمى بالمهم تقف مع السيد رئيس الوزراء اريد اشوف الخارطة شو راح تصير دكتور والله بصراحة يعني في طور تشكيل قائمة وطنية يعني على المستوى الوطني وهذه القائمة لحد الان انا اعدها بشكل يعني كحركة الوفاء يعني جاي تحرك على المحافظات على العناصر اللي قال خلاص بلشت بعد لا بلش قبل شهر يعني بهذا الموضوع يعني ومستمر دكتور قبل شهر تدري انتخابات مبكرة جاي قبل سنة ادري بانتخابات مبكرة بس يعني مستمر بعداد القائمة اذا استكملت القائمة راح نشوف حجم التحالفات نوع التحالفات اي تحالفات راح تنسجم وخطابنا الوطني ورؤيتنا الاقتصادية ورؤيتنا الاجتماعية وفكرنا السياسي توجهاتنا السياسية حتى نكون على مقربة من المشهد السياسي وعلاقة مع القوة التي تشابهنا بالافكار لذلك انا مستمر بتشكيل هذه القائمة الى ان انتظر نوع هذا التحالف زين الخارطة السياسية تتوقع الاطار راح يبقى متماسك الاخر لا 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 ما اتوقع انه مشاكل الاطار راح شضي يعني هو مجتمع الان بشكل قوي لاجل مصالحة مصالحة بهاي الحكومة من تقترب الانتخابات تنفرض مصالحة داخل هذه الحكومة وبالتالي تبين حجم المشاكل داخل زين اشكت بالمية نسبة عودة التيار الصدري الى المشهد السياسي والانتخابات القادمة يعني اكيد اللي احنا مسموعاتنا انه التيار عاد رغبة بالمشاركة في الانتخابات القادمة هذا القرار طبعا هو للتيار اكيد توقعت احنا اصرح نيابة عنها بس اعرف انه عادهم رغبة للمشاركة في الانتخابات القادمة مهائل حتمية احد قادة الكتل السياسية في البرلمان بس اعتقده هذا الواقع قلت لليطار رسوكت يتوحدون بشكل قوي يظهرون بشكل قوي مثل ما شفناهم بالبداية قال يا اخوي بس يرجع التيار الصدري الان اشوف ملامح ملامح المرحلة القادمة التيار عامل اساسي المالكي عامل اساسي العلاقة بين الصدر والمالكي ستلعب دورا اساسيا في تشكيل المرحلة القادمة نوع العلاقة اذا اضافت لها الاخ مسعود راح تشكل ثلاثي قوي سيلتحق به طرف ايضا سني قوي حلبوسي سمعرف الحلبوسي او غير الحلبوسي اذا التحق به طرف سني قوي راح تشكل حكومة اغلبية والاخرين راح يتجعون الى المعارضة فانا اشوف ملامح المرحلة القادمة ركيزتين بها اساسيات اللي هم الصدر والمالكي والركيزة الثالثة الاخ مسعود برزان جيد تستشرف واضح الجنابك انهم مقبلين ربما على صلح بعد هذا الخصام الكبير بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر تأكيد ماكو خصومات دائمة بالسياسة هم اثنين هم ناس يعني ادهم عمق سياسي وادهم قدر كبير من العقلانية السياسية ومصلحة الوطن ايضا مقدميها على يعني انسحاب سيد الصدر من البنلمان يعني كان منه عدة 73 وقدر ينسح فيك بسهولة ويطلع يعني الرجل يهم يقدر سترتحالف رباعي مو ثلاثي سيد المالكي سيد الصدر سيد مسعود برزاني سميل يارا وطرف ما عرف يعني جاي وطرف سن الحلبوسي ربما ما عرف بطبط يعني بس إذن مقبلون وله تعرف وله عندك سؤال وله تعرف تريد تلزكي قوة لا لا مو لزكي قوة وله مو لزكي قوة بس هي معلومة وصلت بعد يعني أكو أكثر من اي يعني ما عندي معلومة لو عدي أقول لك إياها يعني بس أنا أقرأ المشهد هالشكل لازم المشهد القادم مشهد أقوياء يعني مو مشهد مهلهل بحيث أنت الحكومة ما ممسوكه راح يلتحق الزرف بهذا التحالف بغض النظر عن النتائج مقعد مقعديا عشرة بالتأكيد إذا هذا التحالف صار أكيد راح يلتحق بالتحالف هذا سواء قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات فأي دعوة زيما بس أكيد لهذا الصلح تحالف الأقوياء مثل ما سميته إلى بوادر واضحة الآن تستشرف هاي البوادر الواضحة أنا أقول هو التقارب الآن بين الأخوة في الثيار الصدري وبين الأخوة في دوت القانون هاي بادرة طيبة يعني بادرة استقرار للنظام السياسي هذا التشنج والابتعاد مو من مصلحة البلد قوتي المهمات بالبلد تحتاج أن تتقارب تقاربهم بمنفعة شبيرة وطرفين هم أصلا داعين إلى حكومات أغلبية سيد المالكي سابقا داعي حكومة أغلبية وتجربت سيد الصدر والتحالف الثلاثي اللي دعا بها حكومة أغلبية فممكن هذا التقارب هو بالتأكيد أنا أعتقد هذا التقارب راح يخلق قدر من التوازن داخل النظام السياسي لنهيسة الآن ما موجود هذا التقارب لذلك النظام السياسي دايواجه مشاكل كثيرة داخلية وقارجية يعني هذا ممكن راح يعدي سيد المالك يكون رئيس وزراء مرة أخرى المالك شخصية مهمة شخصية سياسية مهمة والرجل يعني عنده تجربة كبيرة وشني مانع عنه ماكو ماكو شيء منها يعني بس ممكن يكون هذا التحالف بوابة ايه هذا التحالف قال الرجل في لقاء في برنامج بالمختزل قال أنا ما أسعى لرأس الوزراء لكن إذا وجبرت عليها وأرغمت لمصلحة وطنية ما فان معكو طبعا هو ما راكض ما راكض على الموضوع أنا حسب ما أعرف بس بس يعني على قولت قدعكم مصلحة وطنية ربما خلينا سمعت أنت ابن النجف محافظ للنجف لديك خيوط للتواصل مع كل النجف عاصمة الشيعة النجف عاصمة المراجع الكبار في الأزمان السابقة ولحد هذا الزمن وللمستقبل شلو نتفسر هذا اللقاء اللي صار هو يحارت نفس بتفسيره الجماعة قالوا ها له هو مجلس حسيني بعدين طلع الشيخ مويد نسيت اسمه أحد مقربين من سيد الصدر قال لا هاي دعوة من السيد السستان لسيد مقتدر الصدر شون تفسر هذا اللقاء بهذا الضرف تحديد يعني العلاقة بين السيد الصدر وبين سماحة السيد السستاني الله حفظه والعمره علاقة طيبة نعم و تواصل مستمر بين سماحة السيد بيت سماحة السيد وبيت السيد الصدر أيضا من زمان فترة طويلة ما من قطعين عن التواصل وكتنسيق بالمواقف أيضا بين بينهم بيت السيد سستان عندهم هدفين رئيسيين من النظام السياسي الهدف الأول الاستقرار هم هم لا يدعون للفوضى يدعون الاستقرار الهدف الثاني يردون ينعكس هذا الاستقرار بخدمة نوعية على المواطنين هذا الخطاب المستمر بين أطراف النظام السياسي أو توصياتهم لأطراف النظام السياسي هاي من 2003 لحد الآن و أيضا هذه انعكست في هذا اللقاء أيضا أنه بيت السيد أيضا دعوا للاستقرار السياسي في هذا اللقاء في هذا لا أعرف في هذا اللقاء سأقل لك هو انعكس في مجمل النشاط العام للبلد بيت السيد غير ذن المطلبين ما عدهم وذن أكيد هم مقدرين حجم التحدي اللي يواجه النظام السياسي الآن ويطلبون من كل الأطراف السياسية أن تذهب إلى الحلول السلمية وإبعاد المجتمع العراقي عن انفعالات وتحديات غير مبررة وغير محسوبة زين إدراك المرجعية لهذا الخطر الكبير اللي يحدق بالعملية السياسية يحدق بالنظام ليس عملية السياسية النظام السياسي بالعراق كله شون تفسر صمت المرجعية وغلق أبوابها والإلغاء صلاة الجمعة بتعرف المواطن كان يستقبل الرسائل السياسية والنصائح اللي يتقدمها المرجعية السيد السيستاني بخلال صلاة الجمعة شون تفسر الإدراك من جهة وغلق الأبواب من جهة أخرى مجعية ما تدخل بالتفاصيل يعني تفاصيل مشاكل النظام السياسي اليوم أنت عندك متظاهرين شباب خرجوا على النظام السياسي هم أغلبهم يقلدون مرجعية السيد السيستاني فخطاب السيد إذا بقى مستمر خطاب المرجعية من خلال منابرها منابر الجمعة قد يفهم من عنده قد يفهم من عنده أنه تشجيع الشباب وتشجيع المتظاهرين ضد الحكومة قد يفهم من عنده ولذلك بزة توجيهاتها وخطابها الواضح أنه عدل سلوككم السياسي الأولوية للشعب وليس للحكومة فاصطفت بشكل واضح مع الجماهير وأجبر عادل عبد المهدي على الاستقالة ولذلك موقف المرجعية موقف في خطواتها تدعو للاستقرار استمرارها بالنشاط معناتها يوضح اتجاهات محددة من خلال خطاب الشيخ في كربلا أو السيد في كربلا لذلك توقفت هذه الصلاة وتوقف الخطاب نتيجة عدم استغلال خطاب المرجعية بشكل سلبي تجاه الأحداث هي تدعو الحكومة إلى الاستقرار وإلى تقديم الخدمات يفهم شيء آخر قد يفهم مثلا بخطاب آخر يستغل من قبل بعض الأطراف لتحريض لذلك كل القوى السياسية مدعوة إلى الاستقرار وخلق الاستقرار والتفاعل مع الاستقرار ومعالجة المشاكل وطرق سياسية واحدة من هذه الطرق السياسية هي الانتخابات المباكرة مباكرة زي على ذكر السيد عادل عبد المهدي حتى هذا ما دخل أرجع للحياة السياسية القريبة التي مرت على السيد عدنان الزرفي منه بلغك أو طلب منك بعدم التصويت على إيقال السيد عادل عبد المهدي طلب منك بشكل طلب أخوي خليني أسأل الله يرحم للأخ بمهدي يعني صحيح المعلوم أي صحيح يعني زار من السكني وطلب من عندي سحب استجواب الدكتور عادل عبد المهدي وتعذرت من عنده أنه لا يمكن قمع الشباب بهذه الطريقة لازم نتعاطى ويهى المتظاهرين بطريقة إيجابية أكثر أكيد الشهيد أبو مهدي طرح بعض المسببات الضرورية لهذا طلب يعني بالتأكيد هو أدى وجهة نظار تدري اليوم من الصعوبة تستجوب رئيس وزراء يعني خطوة تستجواب رئيس الوزراء خطوة كبيرة جدا بالنظام السياسي ولا سيما رئيس وزراء يمثل الوجه الشيعي ويستجوب من شخصية شيعية أيضا لها فأثرها السياسي والمذهبي لذلك وكان ينصحني بأنه الاستجواب قد يأثر عليك شخصيا أنت في المستقبل لكن أنا كنت متأذي جدا من طريقة التعاطي الحكومة مع المتظاهرين وأثر عليك بعدين بموضوع من حث ربما ما أعرف ربما أثر هذا الموضوع لكن أنا أمارس دوري الوطني المؤثرات أكيد ستصبح مؤثرات ربما تعيقني اليوم أو تعيقني باشرة فيما بعد حادثة المطار واستشهاد القادة شكت أثرت حادثة المطار على عدم وجود استقرار في المنطقة السياسية العراقية حادثة المطار أثرت بشكل كبير على تماسك النظام السياسي أثرت و أثرت أيضا بشكل كبير على مسك فصائل المقاومة و أثرت بشكل كبير على رعاة المقاومة لدرجة أصبح التهديد السياسي و التهديد الاقتصادي و التهديد العسكري ضد العراق و ضد إيران واضح و قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مواقع عديدة في سوريا و في لبنان و في العراق و وصلت المرحلة لمهاجمة إيران كبار زعاماء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية دعوا إلى مهاجمة إيران بشكل واضح رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ رئيس الأغلبية في مجلس النواب كلهم دعوا إلى مهاجمة إيران بسبب أداء الفصائل الحاج أبو مهدي الله يرحمه والحاج قاسين كانوا ماسكين للنظام السياسي ماسكين هذه الفصائل كلية يعني ما يصرفون تصرفات أكثر من المسموحة من رؤيتهم بعد ذهابهم شعرت هذه الفصائل بأنها هي القادة بالساحة العراقية وأطراف الإطار كلها شعرت هي القادة بالساحة السياسية لذلك من تراقب تصريحاتهم كلهم كلهم بيصرحون بنفس أنهم الزعماء مو زعيم أكواه لينما قبل ما كانوا يتحدثون بطريقة الزعامات وتحول الإطار كله إلى زعامات والفصائل تحولت إلى زعامات وخرقت الأنظمة وخرقت حادثة المطار واستشهاد القادة كان بوابع لتسلم مصطفى الكاظم رئاسة الوزراء طبعا هذا موضوع حسنا ما أقول هو مسؤول أو مشترك مثل ما توجه الاتهامات بس هو بوابك أو مو بوابك طبعا بالتأكيد بالتأكيد هذا الخلل هذا الخلل والخوف والرعب الذي أصاب النظام السياسي وأصاب أطرافه وعلاقتهم بإيران قنعوا الإيرانيين أنه أفضل إنه هذا مسيطر عليه هذا نقدر نسيطر عليه ووافقه على تكليفه وإلا البلد يحتاج شخص أقوى من هذا يعني حكومة الكاظمي لم تكن مكبلة لا بالفصائل ولم تكن مكبلة بالإطار ومع ذلك فشلت في أداء مهامها بغض النظر عن الكابينية كنتم حضرها جنابك أيام التكليف وبغض النظر عن الأسماء اللي حاط ولا أعدد دخل بتفاصيلها لكن شلون بجملة بسيطة شلون اعتذرت عن التكليف شون اللي صار بالضبط بالتحديد يعني الأخوة الشيعة ما كانوا موافقين على تكليفه لرئاسة الحكومة في البداية كان أكو توافق بعدين السبوع الأول السبوع الثاني بدت تصير هالاختلافات أي رئيس وزراء حتى يكمل مهمته لازم أكتوافق سياسي واضح بين أطراف النظام السياسي حتى يقدر يدي مهمة بشكل وينجز تشكيل الحكومة هذا التوافق ما حصل والتوافق الشيعي أثر على التوافق على الأخوة السنة وأثر على الأخوة الكرد ليسحبوا تأييدهم اللي بتشكيل الحكومة وبالتالي أنا ما أقدر أروح للبرلمان طبعا النواب أغلبية النواب كانوا مأيدين أنه إذا أروح مجلس النواب يصوتوا لي بس ما يمكن الشكل حكومة خلافا للتوافق السياسي يعني ضد الأحزاب السياسية بالنتيجة ما راح تقدر تشتغل راح تهدد النظام السياسي أطلقوا عليك تهم كبيرة سامح أحدهم مواني الجائبة أنه معدنان الزرف في رجل أمريكا في العراق رجل أمريكا في العراق لو أنا رجل أمريكا في العراق سأدي خمسين مقعد مجلس النواب مؤادة مقعدة مؤيد من بعض الدوار الأمريكية فرق بين أنه أنت صاحب علاقات سياسية متوازنة ما مبنية على المصالح والمنافع ومحترم في دول خارجية محترم لوزنك السياسي لشخصيتك لصدقك لعدائك هذا واحد يختلف مما أنت تشتغل مثلا لصالح الجهة والجهة تطيك فلوس وتأخذ مقاعد وظلت مثلا راهن البلد لجهات وأطراف أقليمية أو دولية هذا أنا ما أشتغل هذا الشغل يعني من زمان ما أشتغل فمن جئت للعراق لحد الآن أنا ما مستلم دينار من أي دولة ولا العلاقة بأي هو بس سيد عدن الزرف في عدة علاقات في أمريكا لو أكت أطراف شيئا لا لا كلهم ماك واحد ما عند علاقات ويالإدارة الأمريكية كل واحد يقول لك ما عند علاقة ما لشغلة بي يعني أنا أعرف كل علاقة وهذا موعب أنا أصلا أدعو أنه تكون للعراق والقادة السياسيين علاقات كبيرة سياسية مع مختلف الدول يعني شن عداوتنا للدول حتى ما نسويها علاقات يعني ليش ليش اللي يروح لإيران عامل إيران ليش يروح تركيا عامل تركيا ليش يروح لأمريكا عامل أمريكا بالعكس وجود علاقات سياسية لقادة السياسيين في المنطقة ضرورة قصوى مثل ما الآن أنا عدنا تربطني علاقة بحزب العدالة والتنمية في تركيا علاقة صداقة من زالني الأخ رئيس الوزراء للنجف من أجل الأخ أردوغان رئيس تركيا من زار النجف من أجل الأخ رئيس جمهورية إيران الإسلامية زار النجف بنيت علاقات طيبة وياهم وأي رئيس دولة يأتي للعراق هو صديقنا وأخونا فقوة النظام السياسي بما يمتلك من علاقات سياسية إيجابية مع الدول الإقليمية ودول العالم هذا مو مسبة بس جهل البعض والحقد والكراهية والبغوض والغيرة هي تخلي هذا هذا الشيء على هذا أكبر سائل حالية الآن تروح للولايات المتحدة الأمريكيين بعض الشخصيات الشيئية وضع السياسي ما ماكو واحد ميدي زر سائل قل قل هي مو عيب يعني أستغرف بهذا الأحيان خلينا بالنجف خلينا بالنجف دكتور ترشيحك بمحافظة النجف والمقاعد اللي جبتها ونوب استقالية من كيف تفسر استقالة سيد عدنان الزرفي من مجلس محافظة أنا طموحي أن أفعل الانتخابات وفعل المشاركة في الانتخابات وكان عندي برنامج كبير لإعادة رسم السياسة الاقتصادية والخدمية في المحافظة وطرحنا هذا المشروع لكن لم نستطع تحقيقها من خلال الانتخابات كان عدد مقاعدنا ما تسمح بالفوز بالمحافظة فهي مشاركة سياسية هم بينات حجم قوتنا داخل المحافظة وأطتنا زخم أكثر لأن خسارتنا بالانتخابات النيابية السابقة كانت مفاجأة بعدين عرفت أنه أكت لعب بنتائج نصار من خلال وجود الحكومة ومن خلال وجود بعض الأطراف داخل عملية سياسية ردت أأكد أنه نحن حاضرين وبشكل قوي داخل الساحة السياسية في النجف وخسارتنا لم تكن نتيجة عزوف المواطنين عن انتخابنا فلذلك شاركنا بالانتخابات وحفزنا تنظيماتنا وجماهيرنا وحزبنا وحققنا نتائج مقاربة لكل النتائج الأخرى فروقات قليلة يعني نحن عن المقعد الثالث أربعمائة صوت الإطار كله وحكومته نبني جابت ثلاثة هي وزاراتها دولة القانون جابت ثلاثة هي وزاراتها احنا ايضا جبنا ثلاثة الا أربعمائة صوت هذا يعني عندنا احنا منافسة جيدة مع القوى السياسية الأخرى وهذا نشاط سياسي بالنتيجة بالبلد تلازم سر عندك نشاط سياسي ومتقد تسكن لا بكل تأكد هو نشاط السياسي لكن اكو تجربة أخرى ايضا لثلاث محافظين كربلاء واسط البصرة وشفت ما شفت اللي صار على عدم التجديد وبعدين صار تجديد هذا مناقوس خطر على الطبقة السياسية بأنه تعامل بهذه الطريقة مع هؤلاء المحافظين أو مع من يبرز نجمه كان من كان محافظ هو دور محلي ومدور سياسي هو المحافظ لازم هم يفتهم هو دوره محلي النتيجة حضور الانتخاب المحلي لا يعني حضور السياسي الوطني الحضور السياسي الوطني يطلب آليات ونشاطات مختلفة فأول هذه الآليات ونشاطات المختلفة علاقتها بالقوة السياسية يعني هو مو يجي يتقاطع ويالقوة السياسية يعني صح أنت يوم تفوز بروح بأغلبية مريحة بس أنت أكو قوة سياسية موجودة لازم تكون علاقاتك بيها إيجابية عالية ولازم أيضا هم ينتبه أنه هاي الموجة اللي صعد بيها هي مو موجة دائمية قد يجي رئيس وزراء يختلف ويحجم من من قدراتهم يخلق لهم مشاكل ومتاعب كثيرة لذلك اليوم المحافظة اللي يفوز حتى يخدم محافظته لازم يدخل في صراع مع القوة السياسية يجب أن يدخلوا بصراع أقول لازم يدخل لازم يفكر بمحافظته من فاز فاز بثقة أهله وناسه وفاز لأنه هو وعدهم يسويهم خدمات ما فاز وعدهم حتى يتعاركوا إلى الأحزاب الباقي أو يتخاصموا أو يبني علاقات بالضد حتى وإن تحالفت سياسيا مع أضراف لازم تبقى قنواتك السياسية الإيجابية موجودة مع الكل وتحسس الآخرين بالأطمئنان يعني أنا اليوم مثلا ما فزيت بالبصرة مو تجي تلغيني لأنه أنا ما فزيت بالبصرة مجزء أنا فائزة بغداد عدي قوة عدي وزارة تخرب عليك زين بعض الأسماء المطروحة دائما لرئاس الوزراء أو بدأوا يطرحوهم بشكل هم المحافظين الثلاثة اللي فازوا تعتقد بالفعل ممكن اختيار أحد منهم وفق هذه المشاكل والاستعرضتها جنابك الكريم عدم وجود توافق لديهم مع يعني يعني شون واحد ينقبل يصير رئيس وزارة وعده مشاكله من يجيبه يعني ما يتعكز على قبول الشعبي لا قبول الشعبي المالك جاب 103 مقعد وما قدر يصير رئيس وزارة نظام السياسي وقفه بجه الاياد علاوي جاب 98 مرج قد وهم ما صار رئيس وزارة اقول النظام تشكيلة النظام السياسي توافقية وبالتالي الشخصية اللي يطمح يصير رئيس وزارة لازم علاقته بالنظام السياسي علاقة ايجابية يعني انت مننا ضد الكرد ومننا ضد السنة وضد الشيعة وشون صار رئيس وزارة ماش الفلوس ما تسور رئيس وزارة يعني خاف واحد عده فلوس يتصور انه بالفلوس يقدر يعني شون اللي يسور رئيس وزارة لا كل علاقات الايجابية مع الاطراف السياسية لان ما يكون طرف سياسي يقدم من طرف سياسة تاني ما محتاج فلوسه بس يحتاج احترام ويحتاج بعض المواقف من عنده ربما موقف بسيط يعزز دورك مثلا في هاي الكتلة السياسية من هو ابلغك بندما على عدم اختيارك لمنصب رئيس الوزارة والله اغلب القوى السياسية يعني لاحظ خلينا عدد الاسماء وعندما اردح لكن تقول الاسماء اللي تقبل بس انا الموضوع هذا اقبناه ساسامر اي انا اقول اقول هم كل قوى سياسية من يكون عدان الزوفو مواضح لها من حقه يكون عدها موقف انا انا ما ما الومهم ليش انتوا سويتوا هاي شي ربما ما الوم نفسي انا لي انه كنت مقصر في ايصال صورتي السياسية لهذا الطرف او ذاك الطرف اصلا انا جيت على المشهد السياسي في بغداد متأخر يعني 2018 جيت للمجلس النواب وبوشي صارت هاي المشاكل كليتها اصلا انا عندي خلفية سابقة مقلقة في المحافظة فربما السبب انا يعني لازم انا راجع نفسي وانتقد الاخرين لانهم صاروا صاروا ضدي الشيء اللي انا عرفته من الاخوة اللي كانوا معارضين انهم ما معتهم فيتو علي لانا موقفهم مو فيتو وانما علامات استفهام لا الوضع السياسي ما يتحمل ديش الفترة وجود شخص من العدنان الزرفي داخل هذه المنظومة قد هذا الوقت يؤدي ل مشاكل اعمق فلذلك قبلت انا وجهة النظر يعني ما تنازلت مرغما او عجزا ولكن عجزا انا مو عاجز عن الاداء لكن ما اكو فرصة سياسية ناجحة فانت راح شو تفعل ماذا ضلت تتحارب الدخل البلد في مشاكل هو البلد بتروس مشاكل وتجي تتدخله في مشاكل ما لها نهاية يعني مو صحيح ليش يقولون دائما في وقتها تذكر اذا السيد عدنان الزرف في صار رئيس وزراء راح يستهدف الفصائل ويستهدف الشيحة ويستهدف اذرع المقاومة كيف هو الطريق يعني كل ما انه يسوقوا بطريقة يعني انا ما اقبل على الغلط والدولة دولة حكومة حكومة يعني اليوم النظام السياسي من يتفق ويختارك الى مكان ما لازم تأدي دورك وهو لازم يحترم هذا المكان يعني مون تجي تصير رئيس وزراء وفد عشرين واحد طال عين مثلا ان يهاجمون السفارة الامريكية او يهاجمون المطار او كونت رئيس وزراء او كونت عامل لا هذا ما مسموح له ابدا ما مسموح له اي واحد يعتدي على البعثات الدبلوماسية على القواعد اللي مقررة من قبل الحكومة العراقية هذا ضعاف لمنصب رئيس وزراء وممكن استخدام القوى لدهم اقول ما مسموح له يعني اللي ما مسموح له تستخدموا اي طريقة من الطرق اللي يتجنب النظام السياسي من الانهيار او الضربات اليوم العراق اذا يريد يواجه العراق اذا يريد يواجه اي دولة يكون يواجهها بقرار وطني قرار محلي مو رئيس وزراء بكيف يروح يهاجم ويضرب ويكتل اكو قرار انت شكلت حكومة وفق سياقات الكل يحترم هذه السياقات مو شكل حكومة وتروح تقصف تقصف كردستان او تقصف مدري منه او تقصف يعني هاي مو سياقات هاي مال يعني هاي ضعاف لمنصب رئيس وزراء كل شكر وتقدير لجنابك رئيس حركة الوفاء دكتور عدنان زرفي كنت ضيفا عزيزا على برنامج بالمختزل كل شكر وتقدير لك الشكر موصولكم مشاهدين الكرام والتقانا في حلقات قادمة حتى ذلك الحين في امان الله